وقع لي الزمالك في مباراة 14 مرشا. لا بديل على المكسب. لازم 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 جمهور لازم لعبت الزمالك تصلح جمهورها. مخصصا كمان نهاردة يمكن تلاتين الف هيخشوا ان شاء الله. وانا عارف ان جمهور الزمالك يعني لو خمسين الف هيخشوا. يعني جمهور الزمالك ما ما بتأخرش على عاية أبدا. انت عايز تلاتة تلاتة اهداف. تلاتة اهداف يعني انت تاخدوا المباراة بالتلاتة اهداف اربع اهداف خمس او انا شايف في المتناول خلي بالاك عشان ما تصعبشوا الامور. وانا تفهم معاك. اللي حصل هناك ده مفووض يبقى استثناء غريب. استثناء استثناء. لكن في حاجة كرة ملهاش كبير واحنا لسه شايفين الدرس الكاسي اللي عبت الزمالك خديته. كرة ملهاش كبير. لو ما جبتش هدف بدري في المطشاط اللي زي دي. هرجع وقولك تاني. هتلاقي مهم معنوياتهم بتزيد. انت معنوياتك بتقل. فبالتالي. لما معنوياتك تقل. تركيزك هيقل. مش هيبقى انضباط في الملعب. بمعنى انت هتلاقي البكرايت بيزيد من غير حسابات. المساك بيطلع عشان يجيب جون. فكل ده هيولد ايه. مساحات كبيرة جدا في خط الظهر عندك. هم اقدار رعبوا عليها كويس. وهيمنعك انك تبقى مركز قدام المرمى بشكل كويس. ده طبيعي. ده طبيعي. تركيزك قال لي خلاص في كل حاجة هجمين ودفعي. فلازم تكون نازم من اول دقيقة انت بتلعب على المكسب. ازي ما شفنا. قبل المكسب كمان لازم يصلح التشكيل. مفيش فرقة بتلعب من غير اسحاربة. يعني انا النهاردة انت عندك اتنين روس حاربة كويسين جدا. انت فرقة قدامك بتلعب كومبك. بتلعب دفاع منطقة قدام المرمى بتاعها. وخلي بالك السيناريو اللي حصل لنهاردة في مبارات المأمين العرب باختلاف طرق اللعبة. عامكم مت تلعب تلاتة بس يلعبوا باربعة بس يبقى فيه دفاع كبير جدا قدام منطقة الجزاء عنده. ده السيناريو اللي اللي هيحصل مبارات يوم السبت. انت لازم تاخد الدرس كويس جدا. لازم تلعب ناس جوالبوكس يعرفوا يلعبوا بدماغهم كويس. النهاردة حتى لو تعمل عرضية او اتنين. من اللي بيلعبها. النهاردة خلي بالك. الهدف اللي جاء لنادي الزمالك هو جيب اللمسة بتاعت زيزو. من غير لمسة زيزو المدافع قانطلحها. لكن لو راس حاربة هو الل موجود مكان زيزو. كان ممكن قادر يحطها في الجونة على طول المراهد. مش هيعدها له. لكن هي جات من اللمسة بتاعت زيزو. لكن زيزو لو لمسهاش. كان المدافع هو اللي طلح. صح. ليه? عشان ما فيش راس حاربة جوال 18. طيب. على دوق ما يحدث ده. شايف تشكيل الامسة لنادي الزمالك الموضوع اللي جاي يكون عامل ازاي. آآ. طبعا التشكيل الامسة دي من وجهة نصر عشان هو أسر ويأكيد هيعمل حاجة تانية. هيعمل حاجة تانية طبعا. يعني انت حنا النهاردة كمان لما بتيجي تبص على التشكيل في الورق. ما انتش عارف بيلعب بثلاثة ولا أربعة. يعني حتى لو على الورق جاي لك أربعة تقول لا. ما ممكن يلعب بثلاثة. انا شايف ان هو لازم عواد ياخد. لازم. يعني انت عندك حارس كبير برضو. دي من علامات استفهام. انا ما عنديش مشاكل مع صبحي. لكن ده خاد يبقى ده ياخد. وده ده العدل يعني. آآ. عواد. آآ. حسام عبد جيد. طبعا ربنا يشفيه لو كويس. يلعب. عبد الغني. آآ. نمر. ن نحية اليمين. انا النهاردة بنزلوش خالص. انا مش عارف ليه. عبشاف نحية الشمال. آآ. نص الملعب آآ. محمد اشرف روق. النهاردة بصراحة اكتر واحد زعلنا عشانه. يعني كان نفس المباراة النهاردة الزمالك يكسب. عشان طبعا جمهور الزمالك يبقى مبسوط وسعيد. ونشوف منافسة عالكمة من بدري. لكن زعلت عشان روقي. النهاردة كان عامل شوت هايل بصراحة من وقت بنزل. بصراحة يعني. عمل اسيست كمان حلوة بكورة بتاع المشت عبطة فيها بصراحة. عمل ماتش كويس جدا. ويلعب زي ما قلت لك بروقة. وجام بدونجة. ويمين يلعب زيزو. شوفنا جابها. شوفنا جابها من زمان ما كناش بنشوفها. كان زيزو شغال مع نمار بشكل كويس جدا. ليه بتلف في الدايرة؟ ليه بتلف في الدايرة؟. صح. ويلعب بزيزو قدام نمار. مصطفى شل بن احت الشمال. او ابراهيم عانضايل الاتنين كويسين. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جدا. صحيح. اوباما بيشتغل كويس وبيكمل. سفل الدين الجزيرة بيشتغل بدماغه كويس جدا وبتحرك بتحركات كويسة جدا. كمان ناصر لو موجود مكان سفل اتنين واحد. ناصر بلعب بدماغه كويس. فانا شايف ان ده التشكيل الامسل.